ميكانيك مختار، دليلك للتعلم اضغط على زر الاشتراك الآن لا تكن ضيفاً وكن جزءاً من العائلة أهلاً بكم إعزائي متابعي ميكانيك مختار، السلام عليكم اليوم سنتكلم حول موضوع مهم جداً وهو حول دوتا وظيفة البطارية في السيارة البطارية هي قلب السيارة وهي المسؤولة عن توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل العديد من الأنظمة الحيوية فيها إليك أهم وظائف البطارية تشغيل المحرك تعتبر البطارية هي المصدر الأول للطاقة الكهربائية التي تدفع المحرك للعمل في البداية فهي توفر الشرارة اللازمة لإشعال الوقود في المحرك وتشغل العديد من الأنظمة الأخرى المرتبطة ببدء التشغيل توفير الطاقة الكهربائية للأنظمة الأخرى بعد تشغيل المحرك تتولى الدينامو مهمة توليد الكهرباء ولكن البطارية تستمر في توفير الطاقة الكهربائية للأنظمة الأخرى في السيارة مثل الأضواء الأمامية والخلفية وأضواء القيادة مساحات الزجاج الأمامي والخلفي الراديو والنظام الصوتي نوافذ السيارة الكهربائية نظام التكييف أجهزة الاستشعار والكمبيوتر العديد من الأنظمة الإلكترونية الأخرى تخزين الطاقة الزائدة عندما يعمل الدينامو أكثر من اللازم أي عندما تسير السيارة بسرعة عالية أو لفترة طويلة يقوم بشحن البطارية وتخزين الطاقة الزائدة فيها يتم استخدام هذه الطاقة المخزنة لاحقاً عندما تكون هناك حاجة إليها مثل عند تشغيل المحرك في الأجواء الباردة أو عندما يكون هناك العديد من الأجهزة الكهربائية تعمل في نفس الوقت ببساطة البطارية هي بمثابة بنك الطاقة للسيارة فهي تزودها بالطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل جميع الأنظمة الحيوية فيها وتعمل على ضمان سير السيارة بسلاسة وكفاءة لماذا تعتبر البطارية مهمة؟ تشغيل السيارة بدون بطارية لن تتمكن من تشغيل سيارتك سلامة القيادة تعتمد العديد من أنظمة السلامة في السيارة على الكهرباء مثل الفرامل وأنظمة التحكم بالثبات راحة القيادة توفر البطارية الطاقة اللازمة لتشغيل العديد من الميزات التي تجعل القيادة أكثر راحة مثل التكييف والنظام الصوتي نصائح للحفاظ على بطارية سيارتك الشحن المنتظم تأكد من أن الدينامو يقوم بشحن البطارية بشكل صحيح التحقق من مستوى السائل إذا كانت بطاريتك من النوع الذي يحتاج إلى سائل فتأكد من أن مستوى السائل صحيح تجنب التفريغ العميق لا تترك الأجهزة الكهربائية تعمل لفترة طويلة مع إطفاء المحرك التبديل الدوري يجب استبدال البطارية ببطارية جديدة عندما تصل إلى نهاية عمرها الافتراضي ملاحظات البطاريات الحديثة تختلف البطاريات الحديثة عن البطاريات القديمة في العديد من الجوانب فهي لا تحتاج إلى صيانة دورية وتتميز بعمر افتراضي أطول السيارات الكهربائية تعتمد السيارات الكهربائية بشكل كامل على البطارية لتشغيل المحرك وهي أكبر بكثير وأكثر تعقيداً من بطاريات السيارات التقليدية ميكانيك مختار دليلك للتعلم اضغط على زر الاشتراك الآن لا تكن ضيفاً وكن جزءاً من العائلة ترجمة نانسي قنقر